طبق قبل سون داونز انت على فرض ان شاء الله الاهل يصعد لنهاية هذه ان شاء الله بإذن الله هل عندك أو واصحك انه النادي الاهل يتخطى الترجي؟ اه النادي الاهل يحسم الترجي بكتير فريق الترجي مش هو الترجي بتاع زمان عنده بط شوية في التعامل مع الكرة فريق الترجي يمكن عنده خبرات خبرات افريقيا زي النادي الاهل لكن لو تبص لقواليط اللاعبة والسرعات اللي في الملعب والنواحي المهارية موجودة في النادي الاهلي فإذا المباراة دي التاكتيك هيفرق جدا في المباراة ه utan نوعات لهم صعوبات كبيرة هما خاصة طريقة ثم اخ ramив مباراة في الدولة قدام لأفريقيا والصفاقسي المباراة اللي جاي فرادس بأكيد لعبت في تونس كتير المباراة اللي جاي فرادس من غير جماهيره كاف عقبهم من غير جماهيره اللي بتدي له قوة كبيرة في كذا حاجة تخلي الأمور ماشي لصلاح الأهلي إن شاء الله بص يعني أنا مش خايف من الترجي خالص يعني طبعا كرة مباراة فيها حاجات بس النادي الآلي لا أقوى من الترجي النادي الآلي أفضل من الترجي حالته الفنية والمعنوية أعلى الأهلي يقدر أنه هو يفوز على الترجي هناك لابن المباراة المباراة هو رافتونس إن شاء الله تقدر تكسب الترجي هناك خاصة أنه عندك سرعات هو عنده خط الظهر برضو بطيء جدا عندهم يعني الرتم بتاعهم هادي زاد على اللزوم شوية أنا بتفرج على الترجي كتير لأ النادي الآلي عنده نوعية لعبة كمان تفرق معاه عندك كهرباء عندك حسين الشحات عندك أحبال عبقادر عندك بيرستاو مميزين جدا عندك ميزة تانية عالية جدا كور السابتة بقيت مميز فيها محمد عبد منعم هايل فيها متولي مميز في كور العرضية للكور السابتة حمدي فاتحي من اللعبة اللي بتكمل كويس قوي في كور السابتة وفي التكملة عندك مروان عطيها اللي ما شاء الله ما شاء الله